سلام عليكم يا حبيبي يا رب يكوني الجميع بخير يا رب تعالوا نشوف الخبر ده كده معنا تتبعها ثم أطلق النار عشوائيا تفاصيل قتل سعودي لشقيقته نادا القحتاني أعلن المتحدث الأمني لشروط المنطقة الشرقية بالدمام السعودية توقيف شابا أطلق النار على سيارة خاصة كانت تستقل شقيقته نادا القحتاني ليقتلها ويصيب صديقتها والصائق أصارت تلك الحادثة جدلا وسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية لما وصفوه بأنها استكمالا لظهر التعنيف النساء في العالم العربي وبحسب وكالة الأنباء السعودية قتل الشاب الثلاثين شقيقته بعدما أطلق النار عليها أثناء تواجدها في سيارة خاصة في الزهران بالدمام وذكرت قناة الأخبارية السعودية أنه تم نقل القاتل شقيقته إلى المستشفى ملك فهد في الخبر لكنها لفظت أنفسها الأخيرة بعد فشل محاولات الأطباء لإنقاذها وقالت صحيفة عقود السعودية أنه تم تشيع جسمانا دقحتاني أمس الأربعاء فيما لا تزال مرافقتها والصائق تلقون العلاق في المستشفى بعد تعرضهم لجروح وإصابات وتابع في سلسلة تغريدات على مواقع تويتر أصيبت أختي بتلق ناري بالأمس وهي بباص جامعة من شخص قرر قتل أخته ولقد تم إطلاق النار بسرعة عشوائية على الباص وأصيبت أختي وصاحب الباص وأخته توفت أريد منكم المساعدة أختي في حال حرج وتصدر هاشتاج نادا قحتاني موقع تغريدات تويتر في المملكة العربية السعودية بعدما أعرب عدد كبير من مستقبل تواصل الاجتماع عن غضبهم من وقاعة مقتل فتاة على يد شقيقها وظهرت عدد من التعليقات الغضب ومثله المرأة العربية ليست لعبة قتل وماذا يحدث للنساء السعودية وتوقفوا عن تعنيف وقتل النساء